موجز السادسة مساء من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين تكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة خاصة الهايدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجرها الملاحي وكافة مرافقها وذلك لتعزيز التنافسية والمكان المتفرد لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس وخلال هذا الاجتماع طلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباجة بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في العملية الانتخابية لتوفير سبل الإتاحة داخل لجان الاقتراع وقالت وزيرة التضامن أن البرتوكول يتضمن تحديث لقاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة لمشاركتهم في الانتخابات ولوجود أماكن تسهل عليهم عملية الاقتراع بالإضافة لوجود مرافقين لهم فضلا عن تثقيفهم بعملية المشاركة السياسية شكرا لتي بالمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة